القضية الفلسطينية تخترق كل دمائر ليست فقط مغربية عربية إسلامية إفريقيا كل دمائر الحية كل من يرفض اقتناء أشجار الزيتون كل من يرفض قتل أطفال كل من يرفض قتل النساء والشيوخ ليست هي قضية وجدانية هي قضية وجدانية بالنسبة لنحن مغربة طبية الحال ولكن هي قضية أيضا مبدئية على مستوى حقوق الإنسان حقوق الشعوب ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنما نقول الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصطلح الذي تستخدمه للأمم المتحدة لأنه الأرض الفلسطينية هي مغتصبة عندما نقرأ القضية الفلسطينية على مدار قر تقريبا نعود إلى تقرير كانت هناك الجناء إنجليزية اسمها ودهود في 1932 أصدرت تقريراً حول الوضع والتقسيم ومنطقة أليف وباء وجيم ورفض الفلسطينيون آنذاك هذا التقسيم ويعطى اليهود أكبر المساحات الجغرافية في فلسطين آنذاك هذا شيء في قبيلة وقبل وعد بولفور في 1947 وقبل قرى التقسيم 1948 فالفلسطينيون فالفلسطينيون عانوا كثيراً يعني قرنوا أنت تحت القهر العسكري سرقة الهوية لذلك الردود الفعل هي طبيعية فيما يخص المقاومة أنه لا يمكن أن تعتدي على شخص أن تدنس مقدساته كيف يؤقل أن المتطرفين الإسرائيليين أنهم يدنسون المسجد الأقصى بالدخول بشكل فجوة بدون احترام شعور المسلمين في بقاع العالم ليس فقط الفلسطينيين فإذن ما لهم الحق في المقاومة كان هناك الجنة الأمم المتحدة الجمعية العامة أسست الجنة اسمها اللجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهي التي يرسد إليها الملك محمد السادس كل سنة رسالة للدفاع عن القضية الفلسطينية وأيضاً لتبياء الموقف المغريب تجاه القضية الفلسطينية المشكلة الكبيرة هو أن العرب دائماً بدوا يدهم إلى الإسرائيليين فيما يخص البحث عن حل سياسي وهو ما جرى فيما يخص حل الدولتين وهي مبادرة عربية وصلت الأمور إلى ما جرى في أسلو في بداية التسعينات وكان أولميرت مع ياسر عفات قرب الوصول إلى حل كان المشكلة هو القدس في جزئيات بسيطة هناك أطراف لم تدفع في هذا التوجه فانفجرت الأمور وعملت تعرف ماذا جرى ماذا وقع لي ياسر عرفات ماذا وقع لي الشيخ ياسين في غزة الشيخ ياسين وعرفات رجلين عاقلين رجلان عاقلان لعب دائما دور تخفيض صراع بين حماس وفتح بعد اختفاء إيمان تلاحظ ما جرى قبل ذلك انفصال غزة سياسيا وقرار على مستوى القرار على الدفاة الغربية تآكل البيت الداخلي الفلسطيني فهذه الأشياء التي اضطرت كثيرا على القضية الفلسطينية ثم أنه إسرائيل كيال إسرائيلي في تحولات كبيرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عدد كبير من يهود الروس وشرق أوروبا وآسيا هاجروا إلى إسرائيل وكونوا أحزاب متطرفة دينية لا تأمن بالآخر لا تأمن بالديمقراطية وتصل إلى السلطة عن طريق انتخابات هذا ما وقع مؤخرا اللي يكون عن طريق نتانياهو الآن يحافظ على هذه التوليفة الداخلية لأنها من الانتخابات بالنسبية فالكل يوجد في البرلمان الإسرائيلي وهذا ما سمح بظهور في الواجهة السياسية لشخصيات بحل بنغفير الذي استفز الجميع بما فيهم الإسرائيل لا يجب أن نسأل لأنه داخل إسرائيل هناك طرف بالخصوص السلام الآن المجتمع بعد اطرف المجتمع المدين الإسرائيلي التي تناصر القادية الفلسطينية وتلعب دور كبير في الدفاع عن القادية الفلسطينية لا يجب أن ننسى أيضا هذا الأمر فالتحول الداخلي في إسرائيل الوضع على مستوى القادية الفلسطينية أوصلنا إلى هذا المستوى فما جرى من هجوم على الحماس على عسقلان وسدروت وعدد من المستوطنات التي تقع بجنوب كيا الإسرائيلي هذه فقط هي إعادة القادية الفلسطينية إلى المشهد العربي المشهد أولا الوطن الفلسطيني على أساس دخول في مرحلة جديدة من وحدة الصف لا يمكن أن تنتصر في قضية والفلسطينيون شدر مدر ثم هي للعالم العربي للتذكير بأنه هناك قضية فلسطينية والمستوى الدولي على أساس أنه بدون الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تقوم قائمة للأمن والسلم أذكر فقط بالرسائل الملكية أو ببيانات وزارة الخارجية عندما يتم الاعتداء على المقدسات الإسلامية بالخصوص في القدس أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط وبدون حل سياسي للقضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار وأن القدس هي أيضا باب لحل القضية الفلسطينية وما متلازمتان والرسائل الملكية دائما كانت تؤكيد لأنه ترك الفرصة للمتطرفين أن ما يجي الآن في إسرائيل أو في أي طرف آخر سيؤدي بالمنطقة إلى التشردم إلى التوتر إلى حرب إقليمية هذا ما نشاهده اليوم لكن القضية الفلسطينية هي قضية قوية أولا بشعبها هناك ارتباط بالأرض بشزر الزيتون بكل ما يمكن أن تقوم به الأسرة الفلسطينية وأنا أكز أحيي وكالة بيت المقدس ولجنة القدس لأنها تلعب دور كبير هناك رجل كبير يسمى توفائمي الحبيبي الكاتب الأديب الفلسطيني من عرب 48 حضر قبيل وفاته في الرباط كانت هناك محاضرة في كل الأداب ورغم النقاش أنتم عرب 48 قال كلمة بريغة قال أنه نحن نقاوم يوميا عن طريق حفاظ عن الهوية الهوية المقدسية أساسية البيت المقدسية ولجنة القدس لعبوا هذا الدور لأنه عندما تبيع المنزل لحاجة ما عندما بحاجة إلى مصاريف محامين بحاجة إلى المدارس للبقاء المتشبت بالهوية الفلسطينية أعتقد أن هذا الدور كبير يلعبه بيت مال القدس ولجنة القدس في الحفاظ على الهوية لكن ما جرى أيضا ربما هناك أطراف أطراف إقليمية دولية تستفيد من فجاء الوضع في المنطقة هذا عادي في الصراعات الدولية حركت الهجوم على سيدروت وعسقلان أعادت صور 48 أعادت صور 48 لم يحصل أبدا في طارق الكية الإسرائيلي أن وصل العرب المسلمون إلى النقل هذه حركت ما حركت فهم عندهم أزمة ديال ما جرى اليهود في عهد هتلر إبان الحرب العالمية الثانية في الثلاثينات وبداية الأربعينات فدائما ينتصرون للفلسطين ظالمين أو مظلومين وتسرعوا تسرعوا لإسرائيل تسرعوا كثيرا في هذا المواقف بل أنهم حل رئيسة المفوضية الأوروبية التي قررت وحدها أن تقطع المساعدات على الفلسطينيين ما علاقة وكأنهم ينتظرون فرصة الهجوم على النقب لقطع كل علاقة مع الفلسطينيين هناك أخطر ما يقع في فرنسا تجريم تجريم الانتصار أو مساندة ما يجري للفلسطينيين في غزة تجريم إن خرجت في مظاهرة تنديدا بقتل أطفال هل جرى في حرب عالمية أو إقليمية أو دولية أن قتل أكثر من 700 طفل في ظرف أسبوع لذلك ستقع ارتدادات في الغرب وما جرى بارحة في نيويورك في بريكسيل ما جرى في باريس منذ أسبوع في شمال فرنسا منذ أسبوع هذا لأنه لما تتعطي الناس أن تعبر عن موقفها عن رأيها في هذا ما يجري في غزة هناك تنفيس هناك رأيك لما تقمع الناس وأنت في دول غربية وتقول بحرية التعبير لكنك تجرم تظاهرة من أجل انتصار لشعب يتعرض للإبادة والتطهير العرقي ولتفجير يعني حتى البنى التحتية ماكرون عند هجوم الروس في أوكرانيا في تويت قال أن قطع الماء وقتل تدمير الطرق والقناطر يصل إلى جريمة إنسانية ضد البشرية وسكت كثيرا ولم ينطق إلى يوم من هذا عن تدمير الطرق والبنيان وقتل الأطفال والنساء والشيوخ هذا التناقضات لأن هناك إشكالة داخلية يريدون تصريف بعض الأوراق الداخلية من أجل أهداف انتخابية لكن لاحظنا منذ ثلاث أربع أيام تغير الخط حريري لعدد من الصحف في غرب أوروبا رغم أن غرب أوروبا لم تكن متكافئة فيما يخص الانتصار وكل منع كان قوين فقط في فرنسا في الدول الأخرى أيضا يجب أن نشيد بالموقف الإسباني الذين رافضوا المس بالمساعدات وبنقص المساعدات للفلسطينيين وكانوا الوحيدين فقط في الاتحاد الأوروبي الذين رافضوها إسبانيا هي التي تترأس الآن الاتحاد الأوروبي فهذا إشكالة داخلية لكن طاريخ سيشهد إن انتصرت للحق والعدل سيحسب لك إن انتصرت للظلم والعدوان سيحسب عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر